فالمرسوم المتعلق بسن تدابير تتعلق بالتسويق المباشر القانون أولاً سبعة وثلاثين واحد وعشرين الجميع بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر لفوق الخضروات جاء لكي يعطي الإمكانية للمجمعين طبعاً بناء على الترخيص أنهم يقوموا بتسويق هذه المنتجات بشكل استثنائي طبعاً هذا كله محدد في الزمن دون أنهم يمروا على هذه الأسواق الجملة لكن هذا الشيء عملناه عملناه أولاً لأنه الهدف والورش الكبير الذي تشتغل عليه هذه الحكومة هو إصلاح أسواق الجملة نحن على موعد إن شاء الله أننا قريب في القريب أننا يتم افتتاح السوق الذي بدنا به الجملة على مستوى جهة الريباط في أفوق التعميم للورش الكبير أقول أنتم غير ما مرة تطالبون به في أجاف مجموعة من تقارير لإستراتها مجموعة من الهيئات والبرلمان إلى غيرها فهذا المجهود الذي تقوم به الحكومة الذي سوف يتوج إن شاء الله بعد الاستكمال مختلف في هذه الأسواق 12 قلنا هذا القانون بما أنه يتيح بشكل استثنائي سوف يتم فتح هذا المجال لكن طبعا هناك مجموعة من الشروط الواجب توفرها أولا هناك لجنة مركزية على المستوى المركزي فيها وزارة الداخلية فيها وزارة الفلاحة فيها وزارة التجارة الهدف هو تدرس هذه الطلابات التي توضعها حينما تتم الموافقة هناك لجان جهوية على المستوى المديرية الجهوية التي تقوم بالمراقبة لكي تراقب هل هذه المنتجات كلها يعني عندها واحد تطابق مع مختلف الشروط التي تؤثر هذا المرسوم بعد ذلك يتم إما التمديد وإما السحب وطبعا الأجالة كلها محددة في هذا المرسوم الهدف كيفما قلت هو أنه نفتح هذا المجال بشكل استثنائي وطبعا الهدف دينا الكبير هو أنه نصلح الأسواق الجملة ونهيئوها ونأطرها باش نقدروا أننا نعلجو مختلف الإشكالات لمرتبطة بهذا الموضوع هذا